ببولدنا يا عالم يا ناس شوفوا النحل تريد أولادها وذاك ليس حقا إنسانيا فحسب بل مسؤولية أخلاقية وقانونية لم تجد إلى الآن من يتحملها تلك المكلومة أم لثلاثة مختطفين هم جزء من أكثر من سبعمائة رجل اختطفتهم ميليشيات الحجد قبل ثلاث سنوات من ناحية السقلاوية فقط عند استعادة المدينة إبان ما تسميه الحكومة عمليات التحرير فكان التحرير بهذا الشكل طلعنا يوم ثلاثة ستة على القوات الأمنية على الأساس تحرير طلعنا طلعتنا كلها يعني القوات يعني ما أدري حشد وما حشد غيرها فأخذهم ولدنا وأتواجنا وراحم طلعنا على الأمنيين والأمنيين زعهم طلعوا حزب الله والحشد وما نندل بهم وين ما وين أكثر من سبعمائة رجل من أهالي هذه الناحية المنكوبة اقتادتهم ميليشيات الحجد وعلى رأسها ميليشيا حزب الله إلى جهة مجهولة قيل لذويهم حينها إنهم ذاهبون للتحقيق فقط فطال الأمد بهم أكثر من ثلاث سنين ولا خبر عنهم هل هم أحياء أم أموات ثاني يوم قالوا راح يجيبونهم للعامرية الحاسبة جابوا قسم وقسم منهم أربع منشآت وتريلة أخذوهم ولأذول هالسعين المقيبين لا حد يعرف عنهم شيء إحدى حلقات المأساة تتمثل بأسر المختطفين وهم بين نار الانتظار واليأس منه وصعوبة الحياة حتى تركت منطقة أبو عكاش خالية من أغلب رجالها ليواجه الأطفال والنساء مصيرا مجهولا بعد نكبة أقل ما يقال عنها إنها عار يندى له الجبين يروح منها 735 شخص هاي نكبة هاي كارثة هاي هاي كارثة هاي هاي يندى لها الجبين هاي يعني الناس وير ماتت الناس الناس حيرة أطفال نساء عجايز وين شون تعيش مأساة المغيبين قصرا لم تأخذ من الحكومات المتعاقبة سوى الوعود بتشكيل لجان تحقيقية ولم تكن المأساة سوى دعاية انتخابية لمن يدعي تمثيل تلك المناطق والسياسيين يعني رئيس البرلمان يعني يومية شمالة صغلاوية وغرب الصغلاوية ما يجي شوف حال هاي الناس ما يشوف الناس ميتة يعني يوم بالرمار يوم بالفلوجة ويوم بالنساف يعني ما تجيها ما تقول عوائل 735 عائلة شلون بيها يعني هذا ابنة الولد اللي يجي وليقى أبوه ماكو مخطوف شراح يطلع شنو اللي يطلع هو خيوط الجريمة تتكشف بين الحين والآخر فقد كشفت مصادر أكثر من مرة أن مختطفي الصقلاوية موجودون في معتقلات سرية تديرها ميليشيات الحجد في ناحية جرف الصخر وأخرى تحدثت عن وجود العشرات منهم في سجن سري ببغداد غير أن الجثث مجهولة الهوية التي يعثر عليها بين فترة وأخرى قد تحمل في قابل الأيام حقائق أكثر إيلاما وليس آلم من أن يشاهد ذو الضحية القاتل وقد صار منظمة خيرية تدفن جثثا ليست مجهولة هي شواهد على بربرية حكام العراق الجدد ساسة وميليشيات